رالي داكار حضرت الجبهة للوهمية البوليزاريو منظم رالي إفريقي كوريس للسيارات بأن الأراضي الصحراوية بكاملها منطقة حرب حيث أنه مزمع تنظيم الراري المقرر من 15 إلى 30 أكتوبر وسينطلق من مناكل فرنسيا باتجاه المغرب بدءا بالناظور ثم عبر أم حاميد الغزلان ثم المرور من تاقونيت ثم آسا وبعد ذلك الاستراحة ليوم كامل في مدينة الداخل الصحراوية المغربية وفي 25 من نفس الشهر رق الرالي إلى القرقارات المغربية ثم بعد ذلك إلى دولة موريتانيا ويحط الصباق بعاصمة السينيغال داكار وقد حملت البوليزاريو عواقب مرور هذا الصباق إلى المغرب حيث اعتبرت أن هذا الحدث سيقدم على انتهاك الشرعية الدولية بعبورهم التراب الوطني الصحراوي وللإشارة فالمغرب في حقيقة الأمر يسيطر على أزد من 80% من التراب الصحراوي حيث تقترح المملكة المغربية قطة الحكم الداتي للصحراء تحت السيادة الكاملة للمملكة المغربية وهو الأمر الذي زكتهم جموعة من الدول الأفريقية والدول الأوروبية فيما تدعو جبهة البوليزاريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة وكرد فعل على هذه التظاهر الرياضية التي تبين على قوة المغرب الاقتصادي والسياسي والديبلوماسي أنها نشرت بيان في وكالة الأنباء الصحراوية تؤكد فيه لاستخدام جميع الوسائل المشروعة والرد بحزم وعزم على أي أعمال تهدف إلى المساس بسيادتها وسلامتها والإقليمية وفي حقيقة الأمر أنه في سنة 2020 لم يعد العمل باتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة المغربية وريزاريو لماذا؟ لأن القوات المسلحة الملكية تم نشرها في أقصى جنوب الإقليم المتنازع عليه لطرد الانفصاليين الذين قطعوا الطريق الغير القانوني على الشاحنات المغربية عند معبر برقارات المتجهة نحو موريتانيا وقد أعلنت البوليزاريو الوهمية أنها في حالة حرب للدفاع عن النفس وأردفت قائلة في بيانها أن كامل أراضي الجمهورية الصحراوية هي منطقة بما في ذلك مجالها البري والبحري والجوي والرالي سيسلك هذا الطريق نفسه وأنها تحمل الاحتلال المغربي المسؤولي الكامل عن العواقب التي قد تنجم عن استفزازاتها المستمرة لاحظوا الصياغ التي تسوق بها البوليزاريو هذا البيان وتعتبر المغرب أنه بلد محتل وفي حقيقة الأمر أنه بلد ملكية ويأتي هذا البيان تقريبا أسبوعا على زيارة المبعوث الأمم للصحراء الغربية بوليزاريو الوهمية ستيفان ديمستورا الذي التقى مؤخرا بإبراهيم غالفي تندوف بالجزائر في إطار جولته الثانية في المنطقة